وله محطاتنا لليوم نور لحكم مع المحطة الطبية ورح نحكي عن تقنية ساعدت كتير من الأشخاص على التخلص من العدسات اللاسقة أو حتى من النظارات اللي هي تقنية الليزك طبعا هي تقنية باتت معروفة لتصحيح النظر والفروقات الصغيرة اللي ممكن يكون موجودة عند بعض الأشخاص رح نتعرف أكتر على هالتقنية مين بيقدر يستخدمها بيستفيد منها هل إلى آثار سلبية أو آثار إيجابية كل هاي التفاصيل مع ضيفنا بالستوديو طبعا الدكتور جهاد انويلاتي اختصاصي بأمراض العين والجراحة صباح الخير دكتور جهاد نسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم نسعد صباحك خلينا بالبداية دكتور نعرف هاي التخلية الليزك لكل المشاهدين نفسرها أكتر ونبسطها لكل الناس أول شي اليوم موضوعنا شيق هو على تصحيح البصر بالليزر كلا ياتنا بنسمع مصطلحات تصحيح البصر بالليزر ليزيك ليزر صحيح يعني مصطلحات مشتقات من نفس الكل مصطلح طمع هي الهدف هو الفكرة اللي المغرية ممكن بالنسبة للي عنده النظارات انو يخلص يقدر يحصل على نظر صافي ممتعا وبالتخلص من النظارات الطبية والعدسات اللاصقة خلينا نرجع شوي خلينا نشرح على وظيفة العين العين ماذا ما الله خلقا لنا ياها الهدف هو الحصول على نقل للصورة اللي انا عم شوفها بحيث انو تصل للدماغ آلية عمل العين أول شي الضوء بيدخل للعين بتعرض لانكسار بيركز الصورة على سطح الشبكية الشبكية بتحول هالصورة لسيالات عصبية للقشر الدماغي يلي بيفهمها على أساس صورة الوسط اللي أنا عم لاحظه هلأ منرجع لأول آلية أنه الضوء الداخل للعين لحيتعرض لانكسار مشان يتركز الضوء على سطح الشبكية هلأ الأوساط يلي بتكسر الضوء وبتفوكسه على سطح الشبكية هنين قسمين القرنية أول وسط شفاف كاسر للضوء وفيه عندي جسم البلوري داخلا هلأ الحالات المرضية يلي بيكون فيها فيه عندي خلال انكساري يعني اللي عنده نقص الضوء بتركز قدام الشبكية اللي عنده مد الضوء بتركز خلف الشبكية فلذلك هون التصحيح بيكون بالعدسات بحيث أنه أنا فوكس الخيال على سطح الشبكية مشان أحصل على صورة واضحة فممكن يكون نقص ممكن يكون مد ممكن يكون انحراف هلأ نحن وقت بدنا نصلح الخلل الانكساري الحادث بالعين ممكن تصحيحه بالعدسات اللاصقة أو النظارة الطبية هلأ هون فكروا كيف أنا بدي أتخلص من الخلل الانكساري من دون ما أنا ألبس عدسات لاصقة أو نظارة طبية من هون بلش التفكير بهذا الاتجاه هلأ أنا بدي أشتغل على الوسط الكاسر الأول للضوء اللي هو القرنية هلأ أنا بيجي باتجاه على القرنية أنا في عندي خلل انكساري مقداره درجتين مثلا شلون بدي أخلي هالقرنية تعدل هالخلل انكساري ممكن يعني عملنا دراسات من زمان عملوا دراسات بلشت هون الحديث أنه أنا بدي أعدل الانكسار الحادث للضوء بالقرنية بحيث أنه عاكس الخلل الانكساري الموجود عند المريض فالقرنية مثل ما اتفقنا هي أول وسط كاسر للضوء فمن هون بلشوا فكرة تصحيح النظر هلأ أول ما بلشوا فيها ما كانت عن طريق الليزر كانوا طلعت عمليات بالنصف الثاني من القرن الماضي عمليات هي تشطيب للقرنية هي بمجرد بالقرنية يعملها شقوق بشفرة الألماس مشان عادل الخلل الانكساري الموجود بالعين وكانت أحيانا تنجح بنسبة معينة وأحيانا تفشل لأنه الدقة اليدوية بهالإجراء ما ستكون مثل دقة الليزر وأطورنا أشعة الليزر بحيث أنه أنا بتأسلي الضربات الحادثة بالميكرون فهون رح أحصل على دقة أعلى فمن هون بتجي عملية تصحيح النظر بالليزر بس هلأ منجي للشروط المجرد وهذا الكم بدي سألك عنه هلأ كل الناس بتقدر تعمل اللي بتعاني طبعا الحالات اللي أنت ذكرتها كل الناس بتقدر تعمل الأعمار ولا لا في مثلا أشخاص بتقول ما بنفضل ممكن ترجع مرة تانية أو لا اللي بيعاني من مرض معين السؤال الجميل هلأ هو الفكرة الأولى أول شيء أول شرط لأني أنا فكر بإزالة النظارة أنه أعرف أنه الدرجات ثابتة مو أنه والله مثلا عندي مريد عنده أمراض لح تتغير مع الوقت يكون غير مجدي إذا بدي كل سنة يغير الدرجات لا أنا بفضل أنه مثلا تعالج النظارة بدي يكون أنه أنا ثابت النقص الموجود ثباتية النقص أو الدرجات عادة بتكون بعمر 18 سنة الحسر اللي بصير بمراحل النمو عند الأطفال غالبا بيكون مترقي بزيد شوي شوي لحد دي تتثبات بعمر 18 سنة فأول شيء لعنده نظارة بدي قيل لي بدي أعمل تصحيح النظر بالليزر بقيل له أول شيء لي سير 18 سنة وتثبت الدرجات وتأكد ست شهور نثابة الدرجات بعدين بتجه لموضوع تصحيح النظر بالليزر هلأ هذا الشرط الأول الشرط الثاني مثل ما حكينا آلية تصحيح النظر بالليزر هو ضربات ليزر على سطح القرنية اللي هو الوسط الكاسر الأول والضوء أنا باعتبار أنه بشغلي كله على القرنية فبديكون القرنية كلياتها طبيعية ففي صورة من الجرية نحن للقرنية هو كورنيل طبوغرافية يعني صورة قرنية طبوغرافية تعطيني دراسة شاملة لسطح القرنية هلأ أي خلل بالسماكة القرنية إذا مثلا القرنية كانت أرأ من الطبيعي ما بتتحمل ضربات ليزر أكيد المريض ما حنقدر نحصل على ما حقدر ساويله العملية لأنه نفوت بأمراض تاني إذا في أمراض بالقرنية بحد ذاتها ما بتتحمل إجراء ضربات ليزر عليها فيشائع بلادنا هي كيراتا كونس أو القرنية المخروطية أو الكوروية أو أمراض القرنية كلها ياته فأول شرط بإجراءه طبعا ثبات ثاني شرط أنه سلامة صحة القرنية كمان بدي أعمل فحص شامل للعين لأنه بدي أعرف أنه سبب تدني القدرة البصرية عنده المريض هو فقط النقص اللي عنده ما في عنده مرض بالعصب البصري ما في عنده مرض بالشبكية ما في عنده مرض بالجسم البلوري يعني بدي أكون كل الأمور العينية سليمة عنده بس عنده مثلا خلل إنكساري والقرنية بتتحمل أني صححه فلذلك أول إجراء بنعمل فحص شامل للعين بعدين تثبيت الدرجات اللي أنا بدي أشتغل عليها وتكون ثابتة خلال فترة معينة وبعدين ببليش بيجري صورة القرنية هلأ أزو صورة القرنية كانت طبيعية السماكة طبيعية الإنحناءات تتحمل تطبيق الليزر لأنه كل درجة تقريبا بدها تخسر من سماكة القرنية بين 10 إلى 15 ميكرون فهي الأجهزة الأكزيمر المتطورة هي اللي بتحسب ليها بدقة فالشرط الثاني هو سلامة سطح القرنية هلأ أرح أتجه لشق تاني كمان العالم كان عنده كتير استفسار عليه شو هو الليزيك شو هو الليزر شو هو الإيبي ليزيك شو هو السمايل شو هو الفينتو هدول كلهم طرق جراحية الجهاز هو إكزايمر ليزر المبدأ تبع الجهاز هو بيعمل ضربات على سطح القرنية هلأ أخبرك أن نفس الجهاز لكن التقنيات تختلف هده طرق جراحية يعني مثلا هلأ رح نفوت فيها بالتفصيل العملية هي إجراء بجراء تحت التخدير الموضعي لازم يكون المريد مركز معي لأنه بدي سبت نظره على مصدر منبع الأشعة الليزر طبعا من دون ألم لأنه الجهاز الليزر هو اللي بدي يعمل تشتيب لسطح القرنية ويعادل الخلل الانكساري هلأ الفكرة كان فيه الليزر الأديم الجهاز واحد هو الإكزايمر ليزر بس طريقة الجراحة بتختلف هلأ الليزك الليزك نعتمد أنه القرنية منعمل فيها قصة بالقرنية ومنرفع الطبقة يعني عندي القرنية سماكتها 500 ميكرون في عندي بعمل أنا بالشفرة بالشفرة المايكرو كيروتون بقصة القرنية وبرفع القرنية الفلابة بشكل جزئي وبطبق الليزر جوه وبرجع شريحة القرنية هاي فكرة الليزي فكرة الليزر أو الـ PRK أنه أنا بعمل على سطح القرنية ضربات الليزر بعمل بقيم الظهارة القرنية وبطبق الليزر على سطح القرنية بدون مقصة لو قرنية هي أأمن بس وإنما أنا عم بترك القرنية لتترمم لحالها فبالتالي في عندي ألم مدة 48 ساعة أمتى بختار للمريض ليزك أو ليزر الليزك هو المجرى للدرجات العالية يعني مثلا مريض عنده 7-8 مقص إذا القرنية كانت سماكتها بتسمح أنا بفضله الليزك لأنه أدق بهالشغلات أما وقت تكون درجات خفيفة الدرجات الخفيفة بفضله الليزر أو الـ PRK السبب أنه تكون فيها دقة أكتر تمام؟ حتى لو أنا وما في عندي أنا يعني الليزك في عندي مشغلة واحدة أنه أنا عم قص القرنية بالشفرة مشان نطبق الليزر داخل ضمن سماكة القرنية الليزر أو الـ PRK ما عندي هالخطورة أنه أنا عم قص القرنية لأنه قص القرنية كمان له شوية اختلاطات موجودة الليزر لأ بس المريض عم يحمل وجع لمدة 8-40 ساعة بس الفرق بيناتهم هو الألم طبعا بالطريقة الفرق بيناتهم بالألم ولا فيك آثار أكثر يعني كمان ممكن تكون إيجابية طيب الإيجابيات كل واحد ممتاز بإيجابيات الليزك ما في ألم الليزر في ألم بس طبعا فيه آلية لتخفيف الألم بس بقلك أنا بختار للمريض العملية المناسبة لأنه الجهاز واحد هو وإنما طرق جراحية هلأ فيه طرق جراحية جديدة طلعت في عندي الفيمتو ليزر في عندي السمايل ليزر طرق جراحية كلها يأتي الجهاز تصحيح النظر بالليزر كله يعني هدف دائما العلم بتطوير الأجهزة هو الحفاظ أكثر على سلامة المريض بس طبعا كله تلك هو جهاز إكزايمر ليزر وباقي طرق جراحية أهم شيء تكون عندي القرنية سماكتا منيحة وإنحناءاتا منيحة حتى أحصل على نتائج جيدة طب خلينا نحكي عن النتائج الجيدة اللي ممكن نحصل عليها دكتور من خلال العملية كتير بنسمع من الأشخاص قمنا بعملية ليزر لكن بعد فترة تطرينا نعملها مرة أخرى شو بتكون الأسباب يعني هي إلى مدة محددة ولا العملية ما بتكون ناجحة 100% ولا أساسا لأنه أساسا في مشكلة بالقرنية وبيتم عملية تصحيح بس لكن مش 100% طبام السؤالك حلو دائما نسمعها أنه أنا عملت وبعدين رديت عدت صحيح أنا عملت وما استفدت أول شي بحب يعني نتوجه بهالملاحظة للمشاهدين أنه هاي نسبة كتير قليلة هلأ الأسباب مو الفشل أسباب عودة الدرجات هلأ في عندي أسباب كتيرة أول شي أنه أنا اشتغلت بعمر مبكر يعني مثلا مريضة اشتغل عندها نضارة عندها نقص بـ 18 سنة ساوت ليزيك راحوا الدرجات بس هلأ هي العين ما ثبتت يعني ممكن النقص يضل عم يزيد لـ 22 يعني بعد 18 ساوت ليزر أو ليزيك شو ما كانت طبعا لأنه الفكرة نفسة أنه أنا أتخلص من الدرجات اللي كان عندها بعمر 18 روحت اللي إياهون صارت شوف عشرة من عشرة لسه العين مكتمل نموه خلينا نسميها هيك طول أمام الخلف يزاد طلق عندي حسر جديد طب لي أكبر هلأ نبع هذا الاحتمال أنه شائع كثير عمرة 18 سنة يعني طول عمرة بتحط نظارات أول بصارت عمرة 18 قبل ما يثبتوا الدرجات رحنا ساوينا ليزيك كان عندها أربعة روحت لها الأربعة مثلا طبعا إذا كانت صورة منيحة هلأ صار عمرة 19 و20 لسه طلعت العين مصدرجة أو درجة أحيانا فهي رح تلاحظ بعد بعمرة 19 أو العشرين أنه النظر ما عد متل أول متل ما عملت ليزيك الفكرة الرئيسية مو أنه صار عندها مرض لأ درجاتها ما سبتوا يعني حقلك كيف يعني لو كانت ما ساوت ليزيك كان عندها أربعة تمام أجتني بعمرة 21 عطيتها خمسة لأنه طلع درجة جديدة طب لي فوق 22 هلأ عادة السباتية الدرجات بالنقص بين 18 وال24 بعد ال24 ما يبصير عندي هلفة هلأ السبب الثاني للإعادة أو الفشل بيكون عندي سطح القرنية ما له منتظم هو هذا السبب الخطير يعني مثلا اتفقنا نحن ولا نعمل بدي أعمل دراسة لسطح القرنية لسطح القرنية إذا كان في حالات مرضية كامنة ممكن تتحرط بالليزر يعني بيكون هاي بيكون في عنده قرنية مخروطية كامنة أو القرنية ما بتتحمل الليزر هيك بشرح لهم إياها للمرضى أنا هلأ هون إذا ساويت ليزر للمريض بيتحسن أول فترة بس المشكلة بعدين القرنية بتعطيني عدم انتظام بطريقة غلط بصير فيه إكتازيا تمدد القرنية هون هي حالة لسه أصعب هون مو الموضوع صار أنه أنا أعطينا الضارة تانية لأ الموضوع أنه أحمي القرنية من التمدد مرة تانية يعني القرنية بتكون سابتة طبق طلة ليزر في مرض أنه بيخلي الألياف اللي فيها بتعطيني درجات جديدة وسيكون بصير سطحة غير منتظمة فهون بدي إضطر عالج متل القرنية المخروطية ما يعمل تصليب القرنية حتى ما تزيد هالدرجة بس الخطأ بيكون من دراسة صورة القرنية واتخاذ قرار الليزر على قرنية ما بتتحمل إجراء الليزر هذا السبب سبب تاني بالفشل أو أمراض تانية بالعين يعني مثلاً واحدة شخص ساواليزك بعمر الثلاثي صار عمره أربعين سنة صارت عنده بداية مي بيضة ساد فهذا ملو علاقة يعني صار بداية المي البيضة بتعطي درجات خفيفة هي مرض تاني تمام لا هون بقى بدي إتجاه لعلاج المي البيضة يعني الكاتراكت الساد الموجود يعني صار عمره أربعين سنة بلك عامل عشر سنين الليزر انبسطت صار عمري أربعين خمسين غبش السبب بالفحص أنه لقيت الجسم البلوري متصلب يعني طلعت عنده مي بيضة مو أنه يلا صار بدون نضارات هلأ لأنه ساوا الليزر لا لا أبداً لأنه صارت عندي مشكلة جديدة بالعين بنعطي نضارات وممكن نتجه لزرع العدسات بشكل تاني هلأ بشكل سريع رحكي على إجراء العمليات متما قتلك عملية آمنة تجرى تحت تخدير الموضعي هون ما في تخدير عام لأنه أنا بدي المريض يطلع بمركز نظره على منبع الليزر حتى لأنه نحن الجهاز في آي تركر بيلحق العين تمام مشان يطبق على المحور البصري نطبق الإجزايمر ليزر هي إجراءة بسيط مدته وكلياته عشر دقائق واستشفاءة حلو تلك البي أركي أو الليزر في عندي ألم من مدة 48 ساعة بالنسبة للليزيك هو عم نفتح القرنية تطبق الليزر تحته ونرجع الشريحة لذلك أهم شغلة أنه بقوله المريض حكي مستحيل يعني ثلاثة أيام بدنا ما نقرب على العين هاي اللي كان بدي سألك عليها في كتير بنعرف أنه مثلا عمل عملية معناتها لا في ناس بقولوا بيفضل أنه يعملها بالشتاء أكثر من الصيف أنه إشعة الشمس ممكن تأثر لازم يلبس كاسكيت أو شيء أنا في عندي استراحة بالبيت أربعة أيام الضو مزعج بعد أي عمل على العين إجباري في الفوتوفوبيا بيصير ففي عندنا نظارة سودة تقرامة وبدو يحط الأطراض يحط واخيات للعين لأنه بالليزيك بالذات أنه أنا عم بعمل عم طبق الليزر ضمن سماكة القرنية بعد ما أصل القرنية أخذ منها شريحة فأنا بدي سباتية هالشريحة لرقيقة ما تتحرك حق عينه ممكن يعمل تقلوب الشريحة بيصير في مشكلة فالموضوع حماية العين لمدة ثلاثة أيام هذا أهم شيء بالنسبة للبيت أركي أو الليزر في عندي 8.40 ساعة ألم كمان أول ثلاثة أيام هي اللي لازم ندير بالنا كثير طبعاً استعمال الأطراض الموضوعية ممكن المسكينات بس أكيد بعد خمس أيام المريض بيحس يعني أنه فرق كثير هي أجمالاً عملية تصحيح النظر بالليزر إذا كانت مدرسة بشروطة اللي حكيناها عملية كثير حلوة وكثير المريض بنبسط عليها في كثير مرضى بيقولولي تغيرت حياتي بعد إجراءه يعني كان الفكرة أنه واحد عنده خمس درجات مثلاً في الصبح أول عمل بيساوي أنه يدور عن نظارة يعني مرضى يقولولي أنه أول ما فتحت عيوني أنه أول مرة فتح عيوني ماني بحاجة للنظارة هالمنظر هات طيب دكتور خلينا نسأل بقي دقيقتين أو أقل هاي التقنية إذا نقول بالليزر بتصحيح النظر بتعالش كل الحالات لما نحكي في ناس بيقولك أنا بحط نظارة طول العمر لأنه معي مد طويل أو معي قصر بالنظر أو انحراف يعني في حالات بتلاقي الناس بتقولك أنه ما عنده هذا الخيار شو الحالات؟ أكيد يعني بنحكي عنا أنه هي ما فيها تقوم بهيدا الإجراء لتصحيح النظر بالعين هلأ الكسل بنعرف أنه صعب جداً هلأ الكسل وظيفي شيء تاني الكسل لأنه الآلية الخلال بس عم نحكي عن الانحراف عن نسبة المد أو هلأ هون بقى خلينا نحكي بشكل هيكي سريع عن الدرجات اللي ممكن روحها اتفاقنا أول شيء بده تكون العين سليمة من كل الأمراض تاني شيء القرنية سما كتب تتحمل النشيء بالدرجات هلأ شو الدرق الإجزامير ليزر أو الطرق التصحيح النظر قديش بشيء هلأ بالنسبة للنقص لحاله يعني مسموح نشيل للثمانية تسعة عشرة أوكي تمام إذا كانت القرنية بتسمح بالنسبة للانحراف اللي هو حرج البصر يعني للخمسة ستة ماكسموم بالنسبة للمد بصراحة المد مشكلة بتواجهنا أكتر من النقص لأنه المد غالبا هو المد ممكن في شيء ظاهر في شيء مخبة بيبين توسيع الحدقة ممكن أن نروح المد الظاهر وبعد ما روحه يطلع المد الكامل فهي مشكلة المد بيعتمد على فوكسة العين على مطابقة العين المد كمان بالإجزامير ليزر يعني الفكرة المد أنه أنا الليزر عم بيضرب بالمحيط القرنية بشان نزيد إنحناق القرنية النقص عم بيعمل له مسح بالمركز ليقلر سماكته هاي بتفرق بالآلية فوقت أنا بالمد أنه بدي أضرب القرنية بالمحيط حتى زيد الإنحناق بشان صحيح أسواء انكسار يعني مسمح لي كمان ستدرجات ماكسيمو فالفكرة حسب الحالة يعني عادة المد للستدرجات أوكي إذا كان مع المد الكامل ستدرجات بنبسط بالنسبة للنقص بنبسطوا أكثر لأنه نسبة الدرجات اللي بقدر شيء لأكتر يعني معلومات قيمة عدتنا يا هاليوم شكراً إلك دكتور وشكراً لوجودك معنا أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير وصباح الخير للمشاهدين شكراً إلك دكتور